نشبه السحرية لحقت ملايين مشاهدات القناة لقناة خنيفيسا بيوتي توزن بالذهب فوائدها كثيرة وعديدة لا علاج مشاكل داخلية وكذلك خارجية وتجميلية وصفتنا سحرية من وصفتنا الزمان ماشي اي هضرة وكلام نتمنى لكم فرجة ممتعة ونتمنى ان هاي المكونات تاخدوهم وتستعملوهم لانه ما عندهم فوائد كثيرة على الجسم ديانا وكيحميونا من عدة امراض ما بغيتي تعاني ما بغيتي تمشي لتحاليل ما بغيتي تكون صحتك مدقدقة ومهدودة ما عليك غير بهذا الوصفات ديان ناس زمال انه فعلا فوائدهم كثيرة العشبة ديانا اليوم اول شيء كتعالج بشكل سحري مشاكل المعيدة الام المعيدة قرحة المعيدة تقضي على البكتيريا ليسا تكون ضارة في الجهاز الهضمي والاكتر من ذلك نافعة حتى بالنسبة الناس اللي عندهم جرتومات المعيدة نافعة للكلي والمسالك ديال الجسم ديالنا خاصة الخاصة لمن يعانون من مشكلة الالتهابات وشيء اخر رافعة لمناعة الجسم الناس ديالبادية الناس ديالعروبية كانوا كيستعملوها بكثرة ولحد الان المنطقة اللي انا مشيت لها ما زال بقى كتبع وبثمن جد باهد واللي تكون عليها لهفات وكتكون عليها كيف ما تنقولوه التخاطف لانها ما تتكونش نهائيا معدة جينيا او ويراتيا انما كتنود في الطبيعة بشكل طبيعي جدا والاكتر من ذلك انها المفعول ديالها تيبا من اول استعمال كذلك شيء اخر كتنفح بالنسبة الناس اللي عندهم القولون قتلك للمصران المصران او للقولون وقولون العصابي يتهي لك سيما تتقولي التحجم ما عليك غير بهذه العشبة اللي غني نقول لك الاسم ديالها وصيري وقلبي لها ارده لها الاخبار كذلك شيء اخر لي جد مهم ان العشبة ديالنا معروفة بشكل كبير بالنسبة الناس اللي عندهم مشاكل في المرارة الناس اللي عندهم ارتخاء في الكبد او للكبد تكترهر لهم نتيجة تناولهم اه كما تنقولوا اشياء اللي كيميائية بكثرة او لتناولهم حتى الاشياء اللي تنعرفوها تتهلك الكبد هي هي كتجمع الكبداء وكتحسنين عمليات الهدم وكتخلصنا من العسر ديال الهدم وكتخضي على الجراتيم بشكل كبير والاكتر من ذلك هي انها ستنفعلنا حتى في حالات ديال الاسهال او الامساك فوائدها او لأسماء ديالها متعددة على فكرة بالنسبة الناس اللي تعانيوا من المشاكل في الجهاز الهدمي يجتنبوا الاشياء اللي تسكن حمضة يجتنبوا الاشياء اللي تسكن فيها غازات لانها كتزيد الالتهابات ديال القولون وكتخنق لنا تنفس نتيجة تنوننا لبزاف ديال الدهنيات وكذلك يحاولوا ما امكان انهم ياخدوا اشياء طبيعية كيفما كانوا عايشين الناس زمان دقيق ديال الشعير وكذلك دقيق ديال نخال الكامل للأسف شديد اليوم ما تنتناولوش ويحاولوا ما امكان انهم ياخدوا البطاطس بحيث ان البطاطس كتعمل على تغليف الجهاز الهدمي والمادة الرغوية او لانها شوية اللي تسكن في البطاطس كتكون جد فعالة بالنسبة الناس اللي عندهم تآكل في المعيدة او في جدار المعيدة وكذلك كتنزل هذيك الحرقة او القرحة ديال المادة اللي تطلع لنا العشبة ديالنا ديالي اليوم مساهمة بشكل كبير في علاج مرض النقرس كذلك القضاء على الجراتيم اللي تتكون في الجسم وكتخلصنا من عسر الهدم كتخلص حتى من ديدان المعاوية ومن اللي كنتكلم هنا يا الديدان المعاوية كنتكلم بشكل كبير على فقدان الشهية او الشهية اللي كتكون بسدودة بسباب الديدان ديال بطنا عند بزاف ديال الاشخاص راشبتنا هي كتنوض غير في الربيع فقط وكتتوقي من الغتيان المرافق لالقيء بشكل كبير وكتعالج لنح تحب شباب اولى الحفر اللي تتكون في الوجه اديان نتيجة كيف ما تنقولوا ذاك حفر الجلد او لحب شباب اللي كيكون قوي وتيكون قاسح على الوجه اللي تيمشي وتيبقى لنا من وراح الحفر في الوجه مع لينا العشبة ديال ناغ واللي اكيد عارفكم بزاف منكم باغين تعرفوها وباغين تستعملوها وباغين تشريوها باش تخلصوا من مشاكل اللي ارقهاقتكم سنوات وسنوات عشبتنا هي الخياطة القستاران واللي معروفة بالفعالية ديالها حتى على مشاكل ديال الجروح اسم على مسمى كتعمل على خياطة الجروح وكذلك تخلص من مشكلة ديال تجاعيد في الوجه بحيث انها كتبلينا الوجه ديالنا وكتزيدنا من المواد اللي اولى من ديك المادة البيضة اللي كنعرفوها كتبالينا كتخيط ما بين جلد او خوه طريقة الاستعمال ديالها بنسبة الوجه كنناخدوها كنناخدو معها دقيق ديال الارز كنطحنو هاد المكونات بجوج كنخلطوهم بحالي البقر اللي تكون جديد او لا الى كانت عندك البشرة ديالك دهنية فكن نسحك انك تخلطيها بمورد كتديريها على الوجه ديالك ما كتتحركي ما تضحكي ما تبسمي ما تبكي حتى تنشوف هاد الخليط من بعد كنحيدوه بحركة دائرية كتلقي هادوك الحفاري اللي في الوجه او البوتور تصدو أما بالنسبة الاستعمال ديالها للمعيدة والقولون فكنناخدو منها قبطة كلها قبطة 50 جرام ديال النافع البستاني وكنضيف معها كذلك 25 جرام ديال القشور ديال الرمان كنشدو هاد المكونات بثلاثة كنطحنوهم من بعد ما كنكرموهم كنديرهم فقريعة وتنبقاو كنت ناولوهم مع كأس من الماء اما بالنسبة الناس اللي تعانيوا من مشكل ديال المادة وبغاويتهنو منها للأبد خاصة القرحة غديت تاخدو خمسة جرام منها غديت تخويه لها الماء طيب غليان جيدا وغديتخليها تطلق تماما من بعد كنناخدوها تنتناولوها او لا تنشربوها على الريق وما كنناكلو على مدة ديال ساعة ونصف يعني التا كتخدم لنا في المادة ديالنا وقدر لنا لها هذيك الغشاوة اللي احنا في حاجة لها القستاران او ما يسمى بنبتة الجعدة هي الحلقة ديالنا ديال اليوم شوفنا الفوائد ديالها وشوفنا كذلك الطريقة الصحيحة ديال الاستعمال واكيد سنستعملوها في حلقات اخرى ووصفات اخرى تطبيقيا معاكم نتمنى انكم تكونوا في الموعد ونتمنى كذلك انا يكونوا دائما عند حسن طن ديالكم واتتابعوا الفيديوهات اليومية اللي كتكون على القناة خنيفي سابيوتي واللي اكيد دائما في الخدمة ديالكم باقي في جواباتي الكثير من الوصفات ديالنا الزمان المجربة وماشي اي هدرا وكلام نتمنى انكم تتابعوا معايا الحلقات القادمة حتى النهاية تجربوا تردوه لنا الخبار ومرحبا بكم مع اخو نفيسا بيوتي